معرفة محمد العرب الزيتوت يعني مثلما تبعت معنا جدل كبير حول هذا الموضوع طبعا وما تعرض له طبعا في رواية محاولة تبرير ما حدثه لك سلطات تقول بأن بعضهم تم نقله في البداية وحرق عمليا كان المفروض أن يعود وأراد بعضهم أن يسبق من كانت رحلاتهم مرتبة جدل كبير حول هذه الجسور فيما جزائريون في الخارج يعانون من ارتفاع التذاكر مع الخطوط الجوية الجزائرية وبعضهم لا يستطيع العودة أو زيارة أهله مغترب في الصيف بشكل خاص لأن هناك عبث كبير في الليرا الجيري ولأننا نعرف أن الليرا الجيري خطوط الجوية الجزائرية هي واحدة من المراكز العصابات الحاكمة اللي سقطت واللي مزالت واللي أولادهم فيها وبنتهم فيها ولم تعد شركة بمعنى الشركات أصبحت طريقة لإعطاء المناصب لنهب الأموال لوضع طيارين أحيانا حتى ما يستحقوش ومعندهمش الإمكانية وهذا فيه مخاطر كبيرة على الجزائريين وخلينا من التكنيك والمضيفين وكذا كلها معارف هذا طبيعي طبيعي أن تكون فوضى في الليرا الجيري ليش فقط في القاهرة اللي شناها الناس رحي فوضى الضرك تبدأ تسمع في فرنسا وفي إسبانيا وفي الجزائر وتشوف الصراعات في المطار والضرب لماذا؟ لأن في كثير من الحالات يقعد عندك لوكين يحوك ويحطوا واحد آخر عنده معرفة أو عنده رشوة أو مد رشوة الضركة يقولوا هم باللي كالناس اللي حرقوا كما قلت أنت وما جاوش وما قاو أنت كخطوط جوية وكطيران عسكري انقلت مثلا عشر آلاف جزائري بغض النظر جاءوا من قبل اللي رجع رك عارفش كون يرجع بعد الناس ما رجعتش الناس قاعدوا ثم معناها رك عارف كم انقلت كم لازم ترجع انتهى الماتش المفروض تكون طائرات كلها بما أنك كنت تتباهى بـ 28 طائرة وتسعة طائرات عسكرية و28 طائرة مدنية كالمفروض هذه الطائرات تكون تنتظر لأن هذا الشباب الغالب ما عنده شلوش بس يبقوا ثانيا يعني بعيدا ربما قد يقول بعض ولكن من تقي واحد راح على اساس يرجع بقاء مثلا يحضر مباراة ربع نهائي يحضر مباراة ربع نهائي وروحه يرجع بقاء حضر حتى النهائي يعني ما مسؤولية الخطوط الجوية مسؤولية الناقل طبعا مسؤولية الناقل لأنه هو ينقله يدير له بنالتي انتكي ما تروحش في الوقت انتعك في الرجوع الآن تمشي مثلا إلى الجزائر وما تجيش في الوقت آخرت اسبوع ممكن يديرو لك في أي مكان يديرو لك غرامة لأنك ما ما درش ويبدلو لك يبدلو لك بصح يديرو لك غرامة انت 100 دينار ولا 1000 دينار ولا 20 ألف دينار ولا دبر رأسك بعضهم ما عندوش أموال أصلا يعني لهذا بعضهم افترش الأرض في مطار القاهرة وكانت هناك مشحنات ومشدات مسؤوليتك خاصة في أوضاع كما هذه انت عفوز وانت ناس فرحانة والبلاد فرحانة مسؤوليتك يعني هذا اللي حدث في المطار مؤلم لكثير من الأسر الجزائرية مؤلم اللي كانوا هناك مؤلم لصورة الجزائر مؤلم للعلاقات ما بين الشعبين ولا أقول بين العصابتين لأن مصر فيها عصابة والجزائر فيها عصابة مؤلم ترجمة نانسي قنقر